اشتركوا في القناة لو تم استنباطها منه هذه الروح غير مكتشفة القرآن فيه دواء العلل وحوافز العمل القرآن يقول الشيء المهم بل يقول الشيء الأهم القرآن فعلا هو الحل لمآذقنا الكبرى لأنه رسالة الله التي تهدينا من الضلال والتضليل القرآن ليس كتاب ثقه وأحكام ظاهر بل كتاب هدى ولغته لغة عرفان وعلم النفس وعلم الاجتماع وسلوك إِنَّا الْقُرْءَ يَحْدِي بِاللَّهِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدم الأستاذ جلال القصاب في برنامج للتي هي أقوى كراءة شاملة للقصص القرآني وأعرض تحليلا معمقا للآيات القرآنية التي اختصت بالأنبياء عليهم السلام وما جرى عليهم مع أقوامهم مستندا على قواعد اللغة والحكمة الربانية والسنن الكونية والمنطق العقلي وآخذا في الاعتبار الواقع التنزيلي الذي بعث فيه نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعرض في هذه الحلقات ملخصا حول حلقات يقال له إبراهيم والتي تم تناولها بالتفصيل في سلسلة من أربعة عشر حلقة من الحلقة الواحدة والأربعين وحتى الحلقة الرابعة والخمسين في الجزء الرابع من الملخص نتناول مرحلة ما قبل إصدار فتوى حرقوه وتفاصيل خطة إبراهيم عليه السلام لإثبات فساد عقيدة قومه وزيفها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة وعلى آله الطاهرين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا السلام عليكم إخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته لفهم منطلق إبراهيم عليه السلام الفكري ما الملاحظات التي يمكن استقراؤها من أقواله ومواقفه خلال مسيرته مع قومه وإذ قال إبراهيم الآن الآيات وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين هذه مع أبيه هذه الآية مع أبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه والآيات الخمس التالية لوحده إبراهيم لوحده وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ورأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بعزغاً قال هذا ربي فلما أفله قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بعزغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم والآن ما زال لي وحده إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين والآيات التالية الآن ستكون مع قومه وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً واسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشرقتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم أوهبنا له إسحاق ويعقوبة كلاً هدينا إلى آخره فمن سورة الأنعام عيد بوضوح نرى أن الآيات من 75 إلى 79 هي تأمل فردي وليس جدالاً مع أبيه التي جاءت قبلها ولا مع قومه التي جاءت بعدها بعد تكسير الأصناع ونلحظ من هذه الآيات نلحظ منها الآتي أنه عليه السلام أولاً كونه حنيفاً متحرياً عرف الحق من الضلال أني يراك وقومك في ضلال مبين ثانياً أن منهج التفكر الذي حرره من براث زيف عبر عنه القرآن به وكذلك كذلك نوري إبراهيم أي بهذه الكيفية ونوري تدل على حالات استبصار متكررة وليس وكذلك أرينا وكذلك نوري حالات استبصار متكررة وإلهام أيضاً رأى بها كوام الخطأ والضلال ثالثاً آن الأوان لتكوين مادة تحرير قومه وإعداد وسيلتها وهي أهم شيء إعداد الوسيلة لأن يكون المادة الذهنية الفكرية ثم يبحث عن الوسيلة كيف يبرز هذه المادة أو كيف يزق هذه المادة أو كيف يعرض هذه المادة لأن لم يهدني ربي يبحث عن الوسيلة لأكونن من الخوف الضالين أي ماذا يفعل لقومه لإقناعهم لا بالقول وقد جربه ولم ينفع بل بفعل صادم للعقل رابعاً إن فتح له الجواب في ليلة تفكره في الآلهة كما رأينا الآيات جن عليه الليل في ليلة تفكره في الآلهة السماوية المعبودة المزعومة والموثنة الموثنة بأصنام أرضية كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات الأجرام النجوم والأرض بالأصنام التي هي أوثان لتلك القوى السماوية خامسة انقدحت له كلمة في تلك الليلة انقدحت لإبراهيم بعدها ذلك التفكر والتأمل كلمة كانت جواب كل شيء عقب عنها الوحي بعدئذ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه جواب ينم عن درجات رفيعة من الوعي والحكمة نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم سنفصلها لاحقاً ما النجوم التي نظر إليها إبراهيم عليه السلام وما الذي أسقمه وما علاقتها بقومه فنظر نظرة في النجوم نظر نظرة تفكير عميق في النجوم المعبودة قمر شمس نجم زهرة إلى آخره النجوم معبودة نظرة في النجوم المعبودة فكرياً وفيما ينجم له من خيارات ماذا يفعل؟ استعرض خيارات فقال إني سقيم أسقمه حالهم وضلالهم أي المعبودات وأسقمه عزه من اختراق عقولهم وأسقمه هذه المعبودات الخاوية غير الناطقة تنطق عنها الرجال الأرباء هو يتكلم عن سقم معنوي وعرفاني كم ناجات السجال وسقمي لا يشفيه إلا طبك سقم معنوي سقم روحي لكن هم فهموا إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فهموا شيئاً يناسب ظرفهم وعقيدتهم وهو قصد أن يفهموا ذلك أيضاً لأنه يريد الكيد بأصنامهم وهذا يفسر بعد إعلانه سقمه فتولوا عنه مدبرين فنظر نظرة في النجوم الآن لنحلل هذه نظر نظرة في النجوم لو فصلناها رأىها كوكباً ثم رأى القمر بازقاً فلما رأى الشمس بازقة هذه النجوم التي تنجم في السماء لو بحث العقل القديم بفطرته عن الإله في السماء كمشهد كمنظر كمرأة لاختار الأهم القريب والموجود دائماً هذه فكرة فطرية لا يبحث عن شيء غائب أو نجب بعيد لا يكاد يبين يقول ذلك هو الإله الشيء الواضح والموجود دائماً لغة فطرية هذا ينبغي أن يكون إذا كان هو الإله وهي التي أشار له القرآن أفرأيتم اللات الشمس والعزة الزهرة أمثلة لها في الأرض ومنات الثالثة الأخرى ففي السماء ستكون الشمس أولا وتعبدوا لها باسم عبد شمس عبد شمس وأخناتون أخن أتون وعبد اللات عبد اللات واللات هي الشمس وزيد اللات ثم تعبدوا للقمر باسم عبد مناف وزيد منات ولأن هذه النجوم السماوية القوى الكونية الأرباب بالغتهم شمس قمر زهرة وغيرها تتجلى تتجلى وتأفل صنع سادة الدين لها تماثيل أمام الناس تماثيل لها تتمثل بالشكل مجسن أمام الناس ملموسة محسوسة ليل النهار لا تأفل تمثل محلا هذه الأصنام تماثيل وحلولا لأرواح تلك الآلهة أو القوى قوى السماوية فصارت هذه الأصنام مقدسة فتمثال للرب الشمس سمي هذا التمثال اللات الرب الشمس الآن لها تمثال في الأرض روحها تحل في هذا التمثال هذه تمثال دعية اللات وتمثال للرب القمر دعية منات الصنم التمثال وتمثال للرب الزهرى كوكب رأى كوكبا سمي هذا التمثال أو الصنم العزة فالنظر للنجوم يقود بالضرورة إلى تماثيلها لأنها ظل الآلهة في الأرض كيف رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض في رحلة تحرره بحثا عن الإله الحق القيوم الأبدي الذي لا يأفل ولا ينجم ولا يبزوه هذا كان التراث الوثني الماثل أمام إبراهيم نجوم في السماء أرباب آلهة كما يدعاها لها تماثيل منحوته على شكل بشر تأنسا وتألفا تمثلها في الأرض فأرى الله إبراهيم الملكوتة الحقيقي لها وهو من الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله فإذا وبحسب إبراهيم لنضعها موضع النظر البحثي ولنفترض كوكب الزهرة وتمثاله منصوب في الأرض العزة هذا ربي لنفترض كم سيستمر ليلا هذا الرب أقصى ثلاث ساعات لأن مدار الزهرة داخلي أقرب للشمس داخلي بالنسبة للأرض فأفله بعد ساعة أو ثنتين أو ثلاث يعتمد على أي موسم كان هذا النظر وبزغ القمر بعده ما يعني أن القمر كان في طور بعد نصف الشهر بحيث يأفل الزهرة يأخذ له ساعة ساعتين أو ثلاث القمر يقينا أنه كان بعد منتصف الشهر ليخرج من الجهات الثانية ليلة ستة عشر سبعة عشر ستنة عشر إلى تساعة عشر أو ما يسمى القمر في ذلك الطرطر الأحدب المتناقص واننجيبوس كما يسمى فقال هذا ربي بالتساؤل كما يزعم قومي هذا ربي والحوار كله داخلي ذهني وليس مع أحد وليس أيضا بكلمات هذا ربي ذهنيا فكر نظر نظرة في النجوم لا مع قومه حتى قوله بعدئذ ياقوم أني بريء مما تشركون وليس خطاء مباشر ولكن في داخله ياقوم أني بريء مما تشركون لأنه استعرض عقائدهم بل هي تثدت أنه مرر سواسكان استعرض تلك العقائد على ذهنه لينظر فيها نظرة نظرة عميقة في النجوم المعبودة في السماء التي تنجم والكلمة الغير مذكور وتأفل هم أخذوا بنجومها وفاتهم أفولها في كل عقيدة ننبهر نحن أو تنبهر الناس بها ننبهر بما يصطع منها بما ينجم ونعمى عما يظلم منها هذه هي الزوايا العمياء التي يعمى كل مؤتقد عن رؤيتها عن رؤيتها في إرثه ومذهبه ويكره كشفها وأن يكشفها يكره من يكشفها ويكره أو من يكتشفها إذن تحقق لدى إبراهيم أن ما يأثل لا يمكن توجيه الوجه له دائما لا أحد ينظر إلى اللاشئ وما يأتي أكبر منه ليزيحه لا يصلح ليكون ربا لابد من رب لا يأفل هو فاطر وهذه الآفلات وهو الأكبر فالعبادة للثابت لا للمتغير للحي القيوم لا للآفل هذه الفكرة لابد من ترجمتها في الأصنام لأنها مساقط الآلهة أو ضلال الآلهة أو محل أرواح الآلهة لابد من أن يؤفلها ويبقى الأكبر أولا ثم إثبات أن الأكبر والأصغر والباقيين كلهم لا ينطقون بل ينطق عنهم من يصنعهم ويخدعنا بهم فالنجوم أصناما أرضية أم أجراما سماوية لأنهم واحد رأى أنها تأفل ما دامت تنجم فعكسها تأفل وما دامت تنحت فهي تحت هذه هي الفكرة هذه هي الفكرة كيف لم يرها مع وضوحها هناك أمور ببساطتها لا ترى وهي فطرية ترى ببساطة الفكرة احتدى بنظره إلى الموجود الدائم الذي لا يأفل ولا ينجم ولا يبزغ بل منه تنفطر من عدمها الأشياء إبراهيم بفطرته فطرته لا يحب الآفلين كمعبودات هم عدون له كمعبودات وليس كحجر وشجر ونجم كمعبودات لا أحد يحب ربا فلا يناديه ربا يناديه ولا يجيبه أين الرب؟ أفل لا أحد يحب يحب الآفلين ولا يسمع حين يناديه ولا يلبي حاجته لا هو بحي ولا هو بقيوم ولا هو بشاهد ولا هو بموجيب لا أحد يحب هذا الرب نحن نحب فطريا الرب الذي لا يأفل الموجود في كل مكان وكل أوان ويفهم كل لسان وكل خلج الجنان فإذا تم عرض رب لي يأفل ولا يعلم بحالي هذا ليس ربي ليس ربي لأن ما دام أوضع فيه فطريا شعور عدم حب الآفلين فهذه بصمته وبوصلته الوجدانية هذه الفكرة أكثر من كافية لإبراهيم نظر في نفسه ونظر في النجوم ورأى الأفول ورجع كطفل يدخل ملكوت الله كما قال المسيح ورأى ما دام أفل ربي أفل لا يمكن طفل يفزع إذا أفل عنه موجده هذه الفكرة أكثر من كافية لإبراهيم الرب لا يبزغ ولا يأفل بل مصنوعاته تفعل وهي أعظم فكرة فلسفية وعلمية أعظم فكرة أنه لابد من الرجوع إلى ثابت موجود دائما لنبدأ منه ما الخطة التي نفذها إبراهيم عليه السلام لبيان زيف الآلهة المعبودة من دون الله والتي انتهت بتحطيمه للأصنام فالخطة الآن إلى الخطة الإبراهيمية الكيدية التي تفسر كل شيء أن الفتى حاور الأرباب وهو فعلا يعني الفتى إبراهيم في ديك الليلة ونحن قلنا التفكر هو عملية حوار مع الخالق تفكر بل ممكن واحد يحاور أي شيء يمكن يحاور حتى حجر يتأمل فيه ويتحاور معه ويكشف له الحجر أو الشجر أو الطير أو أي شيء يكشف له الحقيقة حوار مركزة يعني بحنية الفتى حاور الأرباب السماوية المدعاة ولكن هي موجودة على كل حال حاورها نفسها في تلك الليلة وفعلا هو صحيح راح حاورها ثم جاء الليلة الثانية اكتشف أشياء كثيرة في تلك الليلة وكذلك نور إبراهيم ملكون السماوات والأرض وليكون من الموجودة جاء الليلة الثانية هو متيقن الآن بكل شيء ومتيقن ماذا ينبغي عليها أن يفعل جاءت الليلة الثانية وأمام مجموعة أناس وأراهم أنه نظر نظرة في النجوم شاء في اللحظة المناسبة والفكرة الأمسية الآن كأنما تقول له السماء الآن أوانه وقال كنتيجة أو كمن حلت فيه روح لو وحي يقول شيء يقول كأنه حلت فيه روح أو حلت عليه لعمل قال إني سقيم يعني الآن وقت إنهاء هذا المرض الآن وقت أنهي هذا السقم والمرض وتوعد الأصنام أمامهم عموة الله الأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين لا ولكن يعني هذه العبارة النفسية الداخلية عبر عنها بإني سقيم يعني من آلهتكم يعني فبينه ذكرها بسوء فنفروا منه وولوا مدبرين نذكر آلهتهم سوء وبعدئذ تسلل خلصة للمعبد وحاول استنطاق تماثيل أرباب السماء الأرضية ويعلم أنها لا تنطق حاول استنطاق تماثيل أرباب السماء الأرضية تماثيل أرباب السماء مفترضها الإله حل في هذه الآن فحاول استنطاقه نفسها لهذا تجد القرآن تسجل كلامه مع الأصنام لأن فكرة خطة الكيد في هذا الكلام أكيد أن أصنامكم أي أنه أنشى حوارا وجدانيا تفكريا مع من في السماء أولا بالأمس ثم مع ظلها المزعوم في الأرض ثانيا يقول إبراهيم عنها هل يسمعونكم إذ تدعون يسمعونكم دل الأصنام إذ تدعون كلا يقولون كلا أنا أيضا لما أسمعها أنا سمعت التي في السماء فقط كيف سمعتها يا إبراهيم أنا جلست تلك الليلة مع أربابكم السماوية نظرت فيها طوال الليل ونظرت إليه نظر نظرة في النجوم للأسبق وحاورتها فأوحت لي بالبراهيم تتبرأ من عبادتكم لها وأنها كلها متشابهة مربوبة مخلوقة تخضع لملكوت فاطرها الذي يظهرها ويغيبها ينجبها النجوم ويؤفلها فشعرت بها تقول لي لما تعبد ما يأفل لما تعبد الأصغر فليس كل ما يلمع ذهبا وجدتها تقول لي لما لا تعبد الذي فطرنا وفطرك يا إبراهيم لماذا تضيع نفسك ووقتك في جهد ضائع سنتمن بعد قليل حجة إبراهيم انظر يومنا حتى العلماء الحقيقيون يريدون بشغف اكتشاف نظرية لكل شيء نظرية لكل شيء هي التي يسمونها اليوم Theory of Everything Theory of Everything نظرية كل شيء لتوحيد قوى الكون الفيزيائية في منظومة واحدة بات مرجعية واحدة كان نظرية الأوتار كما يقولون نظرية الأوتار هي نظرية أقول نظرية كل شيء Theory of Everything Final Theory Ultimate Theory Unified Field Theory or Master Theory Singular All-encompassing Coherent Theoretical Framework of Physics that fully fully explains and links together all aspects of the universe نظرية نظرية كل شيء هذه هذه النظرية النهائية الألتمت نظرية الجامعة الكلية نظرية المجال الموحد هذه العبارات التي استخدمها سيدة النظريات لما تقفل ثابتا هي إطار نظري افتراضي فردي شامل متماسك للفيزياء يشرح ويربط بشكل كامل جميع جوانب الكون العلماء يبحثون عن هذا الشيء إذن فالتوحيد الكوني والاعتقادي شأن فطري ومبحث ومطلب عقلي بيجعل الآلهة إلها واحدا أو القوى الكونية في أصلها تخضأ لقوة واحدة مهيمنة توحيد يفسر كل شيء يفسر قوانين الميكانيكا الكام قوانين النسبية بذل تفريقنا وتشتيت دهننا في أرباب متفرقين وقوى متصارعة كقائد المذاهب النظرية والفلسفية والدينية وحتى العلمية المتفرقة بين شركاء وتشضيات متشاكسين نرجع لإبراهيم فحين كشف لإبراهيم بتفكره عواره مع الخالق ومع مخلوقات الخالق السماوية وبدخول التسديد والإلهام على عقله كشف له خضوع قوى السماوات كوكب رأى كوكبا قمر بازغا الشمس بازغا خضوعها لإله واحد أكبر لا يأفل هو الذي فطرهن اكتشف كل شيء وبأن ملكوت الأرض أيضا من أوثان زعمة أنها وسائط حلول أرواح أرباب السماء يجري عليها النظام نفسه هذا قاده لإنتاج المشهد التمثيدي sign act الذي سيجادلهم عبرة لم يهديني ربي لا أكون أنا من قوم الضالين ويوصل للفكرة الآن حجتنا آتيناها وهي خطة الكيد وتالله الأكيد أن أصنامكم فأنكم الحوارة مع أرباب السماء التي أوحت له لما تعبدنا ونحن نأثل لما تعبد الأصغر هي مجرد أصنام جامدة وتماثيل خاوية من روح قوى السماء ليست تماثيل لها لا علاقة لها بها النجوم بريئة منها هذا ما أوحت السماء لي به تلك الليلة وأسقمتني وقززتني وفي ليلة الثانية وأمام جماعة منكم نظرت نظرة في النجوم مرة الثانية فعادت لي بث ما أوحته لي بالأمس وأسقمتني بطلبها ما هو طلبها؟ قالت لي اذهب بنفسك يا إبراهيم فكرة وتحقق عمليا أننا لا نتوطن نتوثن الأصنام أنها ليست أربابا أيضا وأنها بريئة من تماثيلكم وقالت لي أنك يا إبراهيم مهما فعلت بتماثيلنا المزعومة فلن يصيبك سوء منا اذهب وجرب حطمها وستقدم لنا خدمة جليلة إذلك قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به السماء حتلي إنه لا لا تؤذي ومن هنا جاء اسم إبراهيم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم عبراهيم الذي عبر عن الآلهة وعبرت الآلهة عبرة الفتى الذي تكلمت معه الأرباب وهي فعلا تكلمت معه وكل شيء يتكلم بالحقيقة معنا ولكن الإحتياج فقط إلى من ينصت وهكذا يقول إبراهيم اعتمرت وجئت المعبد وجربت واحتياطا حاولت استنطاق الأصنام لأتأكد لماذا الله وضعها ولماذا أقام حوارا معها حاولت استنطاق الأصنام الأوثان التي فيها روح الآلهة السماوية التي قالت لي أنها ليست موجودة فيها ولكن احتياطا حاولت استنطاقها لأتأكد فلم ترد علي جربت أن أقرب لها الطعام الموضوع هناك فلم تأخذ منه شيئا ثم جربت أضربهم واحدا بعد الآخر لعلهم ينطقون فلم ينطق أحد ولم يصبني سوء منهم وجدتها لا أوثانا بل أصناما خاوية جامدة من الروح كما أوحت لي قوى السماء وقع في أيديهم ولماذا علقت فأسك واتهمت الكبير أنه فعل ذلك يا إبراهيم هذا ما ألهمتني السماء بفعله أيضا قالت لي حطمها وقل أن الكبير فعل الناس العابدة المستعبدة ستصدق هذا ما قالت لي أن الكبير فعل ضرب العقيدة من داخلها وكشف إفك الكهنة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه لكن الشيطان لابد له من صيحة السيرية تعقب ذلك كما هو دائما لماذا ترك إبراهيم عليه السلام الصنم الأكبر دون تحطيم ما غايته من هذا الفعل هذا لغز وفعلا هاي مشهد لغز وينبغي الرجوع لصانع اللغز اللي سوى هذا المشهد لغز الآن يعني فكرون وش صاير كل واحي حكراسة لعلهم إلى صانع اللغز يرجعون من هون اللي صنع هذا هاي اللغز من صاحبة قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال له إبراهيم إلى الفتا الذي ذكرهم بالسوء إبراهيم يذكرهم هو يذكرهم تمجيدا لا ذكرهم بالسوء قد الله لأكيد أن أصنامكم داخليا لكن أظهر كلمات ثم بأنه أناوي على الشر كما يقال فلو كان محطمهم مجنونا أو ناقما فإنه سيحطم الجميع بالعشواء ضربة مني وضربة منك ولا بيبقي لا صغير ولا كبير الناقم المجنون تليف عن لا أن يجذ رأسهم وأطرافهم ويبقيهم واقفين كشواهد قبور لا رأس ولا أطراف واقفين شواهد قبور وحتى مو من طائحين ويبقي واحدا سليما بالمر وأداة الجريمة معلقة عليه أمر محير هذه جريمة معها توقيع سيجنيشر يقول حاولوا أن تحلوا اللغز حتى الغضبان ذاق الوقت يوقف غضبا ويشتغل عقله هو يريد عليه السلام فتح أذهانهم واستفزاز عقلهم بدل استفزاز أنفوسهم وثائرتهم بإطلاق العقل من نير الصنم لأنه لو كسر الأولو والتالي ما في لهياج من فعل هذا بهالي حتى نوع ويشتعى الأنفس وكل شيء والعقل مو موجود لا الآن مشهد لغز لغز لما شاهد الجريمة ومحقق عليه الآن يشوف ليش هذا القتيل معلق على النافذة وذن ما بيك الجهة والسكين معلقه في المروحة هذه اللغز تنزاح النفس الآن يشتغل العقل بكاملة لو حطم الجميع اللي حضرت الناس والغوغاء بعاطفة النفس ثائرة وعقلهم مقفل تصورك تصور نفسك دخل سارق منزلك كنت بره دخل سارق بيتك وسرق كل أنواة المال الصغيرة صغيرة مائة فلس نص دينار دينار من خزنتك وتركها مفتوحة وترك الأنوات الكبيرة الأثمن عشر دينار عشرين دينار خمسمائة ريال موجودك بشعل الأشياء الصغيرة سرقها هذا أمر سيحيرك وتود لو ترك لك هذا الشارق رقم هاتفه لتتصل به لا ليرجع ما سرق فحلال عليه بل حل اللغز فيه لغز الآن لعلهم إليه يرجعون وهذه الحركة لوحدها تنسف من زعم أن إبراهيم محطم الأصنام أو مشرع تحطيم الأصنام محطم الأصنام وترك أكبرها ما هذا العباد حطم الأصنام حطم لا تحطم هو يريد هدم عقيدتين وبحجر واحد هدم الشرك وهدم الوثنية الشرك والوثنية شرحنا مساعة عقيدتهم شنوه الشرك يقول بوجود آلهة مع الله حولوا الصفات ونحلوها ألحدوا في أسماء حولوها إلى آلهة صغار الذي هو أكبرها الله هو أكبر الآلهة هو رب الأرباب وليه مع أرباب قوي عزيز العزة العزة وقوي وهناك جميل وهناك عادل ومقدر الوثنية شرك آلهة مع الله الوثنية تقول أن تلك الآلهة الأرباب تتوثن تتوثن أي تتوطن أرواحها في الأصنام الحجرية المصنوعة الشمس اللات القمر منات الزهرة العزة وإلى آخره بهذه الحركة رمز للأولى الحركة اللي سواها تحطيم وبقى واحد كبير الآن نفي الشريك الآن حرك العقل على نفي الشريك ما فيه تعدد ما فيه إلا واحد وبرهن على الثانية لأنه كانت فيها أرواح شان تحركت شان دافعت شان ضرت شان وين وين الآلهة طلعت الأصنام هذه خاوية خاوية كأنه معجاز نخل خاوية ما فيه أشيء ولا تتحرك ولا تنطق ولا ترد فنفأة الوثنية يعني توطن أرواح السماء في أصنام الأرض أو تماثيلها فالنظر في ملكوت السماوات النظر في النجوم أراه أن الآلهة المزعومة العليا السماوية أفلت بدءا من الصغير الزهرة أفل جاء كمر أفل جاء الشمس كبيرة هذا آخر شيء هي اللي 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 جعلت الأصغر منها يأفلون ثم أيضا هي أفلت هي الأخرى فلم يبقى إلى الذي لا يأفل ليخلي الأشياء تأفل تفتر وتأفل وتطلع وتأفل تنجم وتأفل وهو أحد معبوداتهم المشرق به غيره باعتباره رب الأربار ما في الله هو رب فقط هذا المشهد ترجمة وعملية أن الأكبر هو ذاك الذي لا يتحطم ولا يأفل وهو من جعل الأصغر يأفلون هنا وضع بيانية للعقل لنقض الشرك إذ الأكبر يبقى هو المشهد الأكثر معقولية يعني يعني العقل البديهي أو الفطري فعلاً وهي أيضاً هي عخيرة التوحيد المشهد الأكثر معقولية من يبقى واحد من هو ذا الواحد الأكبر هذا يعني أكثر معقولية من بقاء اثنين واحد اثنين بقاء وليش اثنين بقاء نفترض بقاء واحد أو من بقاء الصغير السليم عند الفاس في الحلقة القادمة سنتناول فهم آيات رئيسية لفهم إبراهيم عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم وإن إبراهيم كان أمة نلقاكم في الحلقة القادمة القرآن فيه روح تنعش الحياة لو تم استنباطها منه هذه الروح غير مكتشفة القرآن فيه دواء العلن وحوافز العمل القرآن يقول الشيء المهم بل يقول الشيء الأهم القرآن فعلا هو الحل لمآزقنا الكبرى لأنه رسالة الله التي تهدينا من الضلال والتضليل القرآن ليس كتاب فقه وأحكام ظاهر بل كتاب هدى ولغته لغة عرفان وعلم نفس وعلم اجتماع وسلوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة